السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الضافر حفيظة معكم هيا لتحقوا بنا كل أصدقائي بالصفحة صديقاتي بالصفحة لتحقوا بنا خلنحكوا على أهم لف أهم لف شغل الرأي العام المدة هذه الكل أهم لف شغل كل ملاء الأباء والأمهات فيما يخص أبنائهم فيما يخص فلذات كبداتهم فيما يخص معناها النتائج وحجب الأعداد لهم ناس خسرين صغرهم خسرين وتكاليف تكاليف كبيرة برشة حتى معناها للتدريس معناها في المدارس والمعاهد العمومية هيا لتحقوا هيا لتحقوا لماكسيموم هيا لتحقوا للا تحقوا بين أحد الأساذة والمربين المربين بأطيافهم من أساذة ومن معالمين زيدوا لتحقوا بشي لا بدوا نحقوا أن نحكوا على الاتفاق التاريخي وفيما برشة ناس اتهزوا تجيبوا تقول را ماهوش اتفاق تاريخي بل هو معناها نكسة نكسة في قطاع التعليم شم بينهم راهو ماهوش نكسة راهو هذا يتسمى اتفاق تاريخي حتى نحن كان قبيعين ونعرف بما معناه اتفاق تاريخي في ظل القيادة الحالية الغير شرعية اللي تحادي عم تشغل وفي ظل ان الناس معناها هذية راهي عاملة بروتوكول متاع الزيادة في الوظيفة العمومية هيرتحقوا اكثر بشي فهمكم بما معناه اش معناه بروتوكول متزيدش من الوظيفة العمومية لا تزيد اي اتفاق فيه انعكاس مالي وصار هذية هيرتحقوا وزيدوا اعملوا الكمنتر اعملوا السويفي للصفحة اعملوا التفاعل متاعكم اعملوا السويفي خاصة للصفحة وعملوا بش مايصيرش السينيال ومايصيرش كده هيرتحقوا راني نستنى بش يكونوا اكثر بش يكونوا اكثر لان الملف هام وهام جدا هام وهام جدا لكم الكل وبش نحو نحو حاجب مش حاجب العداد حاجب التروهات حاجب الاقاويل الزائفة حاجب الاشعاع حاجب كل مدقال توا على ان هو اتفاق غير تاريخي وزيد حاجة اخرى نحطوا معناها النقاط على الحروف فيما يخص شنو اللي صار في الاتحاد العبدالشول وفي قطاع معناها التعليم المربين كاسادة ولا كمعلمين زيدوا لتحقوا اكثر لنص للمياء وبعد نبدو نحكو زيدوا لتحقوا لماكسيموم اعملوا البرتاج في صفحاتكم اعملوا البرتاج في الجروب متع الاسادة اعملوا البرتاج في الجروب متع المعلمين اعملوا البرتاج الكل خليه من الناس الكل تسمع تسمع الحقيقة وهذه رأي حقيقة ورأي حقيقة لماذا؟ لان فهم برشا الناس في بينهم بشي يجيه اتفاق انه بشي يصير فيه برشا حاجات وانه في نفس الوقت انه نجم يكون بلادنا متعديش مناظرات وطنية في اطار مؤامرة ضد بلادنا راهوا قطاع هذي قطاع عندهم نسبة من الوعي الاسادة والمعلمين وهذا اللي حيرنا كيفاش القطاع هذي يتم توظيفه مرة اخرى يتم توظيفه ضد بلادنا رغم وطنيتهم لكن هاو جاء الاتفاق بشي يبين شكون الوطني من المتآمر والخيم في بلادنا حتى في ظل النقابات وطنعطيكم تفاصيل جديدة فيما يخص الاتحاد العام التونسي للشغل الاتحاد العام التونسي للشغل زيدوا لتحقوا زيدوا لتحقوا لماكس زيدوا 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 وخذنا الناس مؤكثرة وخلي تفهموا أكثر شنه الي صار خلي تفهموا أكثر شنه كننا ماشين فيه فيه اطار الحجمة دك وشكون كان يحب أن الحجم وإن الاتفاق لا يصير تخدم على قدام تخدم على تعليم خاص تخدم على أن المدرسة العمومية تتحطم وكملوا خدموا حتى بحجم الأعداد ليس هو حق وريد به باطل هذا هو توجه هذه المطالب من وقتها توجد اتفاقيات من 2019 بما معناها 2019 ما قبل 2015 و لم تنفذته لماذا هم شدوا تطوط وشكولي شد تطوط ها بش نعطيكم شكولي شد تطوط رأوا لساذة و بش نكون بش نكون فزيح جدا لساذة عندهم هم لاسهر لأخوبي بالنسبة للمعالمين عندهم الهواشي بش نعطيكم شكون لاسهر لأخوبي شكون الهواشي وانتم تعرفوا لا ساذة يحكوا يقول وراءه المنطلق متع الواحد هو حركة الشعب بالنسبة للاسهر لأخوبي وبالنسبة للهواشي اش عنده 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 وعنده شكون اللي دخلوا في العفوة الشعر العام من حركة النهضة اللي يحبوا ان حجب الاعداد يصير الى اخيرهي ودون اي اتفاق بل انهم هم كما يقولوا بالمصطلح علوا في البارة حبوا ياخدوا طول فلوس شبعاشر سنين ما اخذتهم همش شبعاشر سنين ما حبيتوش توقفوا كما الوقفة هذية وتعطلوا علاش هذا صار علاش هذا صار علاش هذا صار وعلاش حبوا يمشوا لماكسيموم هذي السؤالين راول الرأي العام راول اسادة والمربين مربين اون جنيرال اسادة ومعالمين راهم فجنوسنا تاش فجنوسنا كاد المعالمة يكون رسولا لكن تم تهميشها وتم معناها اقصاءة وتم كل شيء لكن هذا مش طوى راهم ومش معها مع سلاوتي ولا مع بغديري راو صار لاثناش سنة علاش تو تم ان نفهم الناس شدت صحيح شدت صحيح وقال لكرا بش نخرجوا منها معنا المعادلة هذية ونحن خسرين مقومش خسرين وراكم اربحتو ونزلنا اكدلكم وطنيا راو اتفاق وطني وطني باقتدار وكيفاش وطني هبش نفسرهولكم فهم الناس يقولوا لا تتلاعبوا على كلام وتتلاعبوا على حديث وتتلاعبوا على كذب ما فهم ماش ما فهم ماش ما فهم ماش معناها اتفاق كاكا كما العادل ما هو كما العادل نأكد لكم برشة ألاف القبولات جدتكم من أمين العام الغير أمين ومخذيته شيء وفيه علاقة بحركة النهضة ومخذيته شيء يا أسادة ومعلمين لكم مخذيته شيء وبالعكس انتم القوة الضاربة في الاتحاد العام من خلص من خلص من الهام والهام جدا في الاتحاد العام تنشر معناها لم نصنع شيء لكن قوة ضاربة كيف هاش تم السطو عليها بالقبولات كيف هاش تم السطو عليها الغير والتنكيل بها والتنكيل حتى بالكاتب العام جامع العام وحتى عندي اختلافات معاه لسعد الياقوبي رو عانى الويلات عانى الويلات من المكتب التنفيذي الغير شرع عالي وعانى الويلات وحبوا يخلوا نحوه وحبوا ينحوه وتآمروا عليه وحبوا في المؤتمر قالوا منحوه بل بالعكس في علاقة بالعشرية الفازلة حبوا يدخلوا حتى الحبس يا أساذة ويا أساذة إن الحبكم تفهموا حاجة أنتم رأى عندكم اختلافة بلا سعد الياقوبي نعمل منصري رأى ما كلمة الحق لابد على الويلات وناظلت داخل المكتب التنفيذي وناظلت داخل الاتحاد اللي عمتون الشغل من أجل كرمتكم لكن الواقع رأى قوية رأى المكينة بتاع العشرية الفازلة قوية وكان ينجم تكون هي في حياتها وفي حياتها الخاصة تكون معناها ضد سمد الحقيقة الصمودة متاعا نختلفه معاه في سبعين الفحكاية لكن في صمودة في الاتحاد اللي عمتون الشغل ما نختلفوش معاه ورأوا العقلية الموجودة في الأسادة إنهم يكونوا معاه ما هيش غالطة ما هيش غالطة ورأوا إنسان وطني مش نزيدكم حاجة مانيش الليلة جيد مش نحكي عليه هو أما إنسان وطني وذا تبين بالكاشف اللي هو إنسان وطني لغير نجوكم للمعالمين المعالمين شنو اللي صار في المؤتمر صار التلاعب بهم وصار استثناء وصار إقصاء كل المناظرين في المعالمين في نقابة التعليم ناسي إقصاءهم وهذهك الموجودة الجامعة الموجودة رأي الجامعة متاع الأمين الغير أمين وممتاع حركة النهر وعليش هي حاليا بيش نقولكم حاجة وما زلت ما ما شوفتش كل أغلب المنصرخين بيش يكونوا معالمين مش هسان لأنه مهم شنوه راهنوا عليه في التآمر على البلاد هذية راهنوا عليه في التآمر إن البلاد هذية يدخلوها في مشكلة أخرى أبار الاحتكار أبار كذا حاجة بالعداد مانيش ضد النضالات متاع الأساس ده والمعالمين لكن حاجة بالعداد كيمشي اللخر مناظرات وطنية يبدأ متآمر على الدولة وتآمر على الشعب وتآمر على الأولياء وأنتم بكلكم أولياء إخوتي أخوتي راهو كي يعمل نقابية اللي أحكي لكم نقابية راهو بروتوكول متأمضاء الزيادة في الوظيفة العمومية إيه اللي أعمالها القيادة الغير شرعية الحالية راهو تلهي كل شيء وقت الشرعية كل شيء يبدأ في الفين وستة وعشرين هذا يسمونه هدنة إشتماعية راهو عملوه هما ما عملوه هدنة اليوم راهو ما عملهاش الهواش والأعقوبي والبغدري اليوم راهو راهو عندهم ساقف راهو ما هوش على كيف هم راهو فما اللي معنا بروتوكول هذكا ما يخليهمش يزيدوا حتى زيادة خاطر الوظيفة العمومية لأنه هدنة الجماعية أمضوها هما وتويدزوا في العبادة ويقولهم لا اتفاق مش مريق الاتفاق مش جراء إخوتي يا أخوتي يا معلمين يا سادة لو كرامتكم خليطوها اليوم وخليطوها مش مشكلة فلوظ ومش مشكلة 300 على 3 سنين مش هيك المشكلة المشكلة أنكم أنتم خليطوا في وقت مخلاح التحد خليطوا في وقت كل شيء يمسكر خليطوا في وقت أنهم أخذوكم بخاطركم وأنكم فوقروسنا تاشفو جروسنا وهذا من حظكم من حظكم حظكم أن رئيس الجمهورية ساع أستاذ مربي ووزير التربية مربي أستاذ وحاجة باهية لكم منتم أنا راني من قطعات أخرى أما حاجة باهية لكم منتم قال لكم كرامتكم ما خرجتو ما خرجتوش كاكا فما ناس يحبوا يبثوا رأوا خرجنا مو كرامة وتهنتلنا ما تهنتلتوه بالعكس الرأي العام لكل ضدكم الرأي العام لكل ضدكم في حجب الأهداد الرأي العام رأي ناس تعاني ورأي يسيبوا الليل والهار وكل شيء وكلنا كما عنا الأمن في عائلاتنا عنا الأساذة والمربين في عائلاتنا لا تهنتلتوه وما نحبوش يتعمل الباطل هؤلاء ناس طالبت بحقوقها هؤلاء ناس قال لنا معناها الأعوان وقطعات كلها تلعت كأننا بكهنا اللوط حقهم هذا حقهم لكن وين في العشرية الفاسدة العشرية سنوات وين حقهم وين حقهم وين زياداتهم لأنهم وقتها عملوا على دمار البلاد هذه على أن التجهيل البلاد هذه فوق الزملاين أميين في تونس 120 ألف منقطع عن الدراسة وهذا مشكل في العاشر سنوات هاوين وصلنا ومعتوكم حتى زيادة ومعتوكم حتى قدر ومعتوكم حتى كذا اليوم رغم أن تعمل بروتوكول الزيادة في الوظيفة العمومية وتعمل معاكم بروتوكول جديد بروتوكول جديد على زيادة جديدة وعيخات يا الوظيفة العمومية من 2016 رايخ خاطئ ومازالكم في المجلس الوطني متاعكم يلزم تضربوا ما نقول شراء ويزامكم ما تكلموش وما تنضوش ناضو لكن حبيت نعطيكم الحقيقة هذه الحقيقة هذه الحقيقة المربي هذه الحقيقة متاعكم هذه الحقيقة الشكون اللي عملوا في الانتحاد العام الشغل عملتها الانتحاد جديد المعناها الناس هذية جديد لها تغلط فيكم جديد لها تعطي فيكم في القبولات وين كم ما تكلمتوش الانتحاد العام الشغل رأوا اتحادنا وتم السطو عليه من قيادة غير شرعية الحالية وقت يا سادة ويا معالمين رأكم قطع عام وقت لأنتم تكونوا معناها جبهة وحدة أنتم نعاونوا عليكم لتطهير انتحادنا لتطهير من الفسدين لتطهير من شكون معناها ضربوا النظام الداخلي وخرجوا وخرجوا في قيادة آخر وانتم الوعي انتم مساذة عندكم الوعي سامحوني وتعرف القانون الساسي بتاع الاتحاد تعرف كل شيء لذا سامحوني يلزمكم الناس الكل نحتفلوا بالاتفاق هذا اتفاق وطني مش حكيت فلوس هذا اتفاق وطني لقى تونس تونس امتاعنا ونقم انتم لولانين انتم جبهة التبشير لولانين في الوعي انكم التوعى والعباد ان احنا في حرب تحرير ضد الخولة والانتهازيين بتاع المحتكرين انتهى حجب العداد تعطوا العداد وبكرمتكم والحبكم ديما بكرمتكم ورقكم بكرمتكم بعد الاتفاق هذا كرمتكم قالكم مخرجتوش منها جزافا تم اتفاق والسيطبق ومبروك للمربين الوطنيين فقط لان بينكم ناس انتهازية بينكم ناس حبت حجب العداد وحبت انه ما تصيرش مناظرات وطنية لغاية في نفس يعقوب لانكم انتم اخر خيط يضربوا بالدولة ويضربوا بالشعب ويعملوا في تونس هذه بتاعنا تونس بلادنا وراكم موطنيين ونعتزوا بكم الكل وما تقفوش وما هوش يقولوا اتفاق ما هوش معناها مهين لا تستهلوا اكثر لكن الاحين وانتم قادرة وانتم متضقفين وانتم معايين وتعرفوا ما نقولش الميزانية العمومية كيف يحكوا هما الميزانية العمومية كالك تعرفوا اكثر وقطاع معا التعليم اكثر متحذب واكثر متسيس واكثر متثقف يعرفوا وكلاش عندهم العقرية انهم يوقفوا مع النقابة العامة بتاعهم ويوقفوا مع اللي يسندوا فيهم ويوقفوا يعرفوا اخرجوا وقولوا رأي الموافقين انتم موافقتوا اما الانسلاخ اللي يحكوا فيه هما يحكوا فيه حركة الاخوانجية وكلما ارتبطت بالعشرية فاسدة بما فيها عفوة الشيء العام اللي اتساملوا لوزارة التربية هذا حبي تقول اليوم مبروك علينا مبروك علينا الكل مشكلة على الموربين مبروك علينا الكل ومبروك علينا نحن نحن نتو 2013 و 2016 بين لكن تخرجوا باتفاق ما تخرجو شك هذا اش عبي تنحك اليوم راج عموركم وتعرفوا وانتم قادرة عندكم الوعي وعندكم الثقافة وعندكم التعليم وعندكم معناه المتسيسين وعندكم المتحسبي وتعرفوا اللي هو اتفاق تاريخي وطني ما هوش مادي ما هوش في قيمة المادية ما هوش في قيمة هو قيمة اعتبارية فقط مبروك مبروك لتونس ومبروك لمناظراتنا ومبروك لتلمذاتنا المتميزين ومبروك لكل المرابين وتصبح على خير ولا عودة الوراء وهو المتأمرين والمن المنفقين وتجار الدين متاع العشرين الفاسدة لعودة الوراء وتصبح على خير ترجمة نانسي قنقر